الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والعشرى في الأنبياء ويستيد المرسلين ابينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله ومرحبا بكم في المحاضرة السادسة والأخيرة من الوحدة الرابعة والتي تكلمنا فيها سابقا عن أقسام الخبر باعتبار قائله وذكرنا الأقسام الأربعة والتي هي الحديث القدسي والحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع وتحدثنا في المحاضرة الماضية عن الصحابة وفي هذه المحاضرة السادسة والأخير نتحدث عن التابعين رضي الله عنهم أجمعين بالنسبة لمعرفة التابعين فيها عدة مسائل نبدأ بمسألة وهي التعريف التابعي أو التابعين من حيث اللغة فالتابعون جمع تابعي أو جمع تابع والتابع اسم فاعل من تبعه بمعنى مشى خلفه سواء لكونهم مشوا خلف الصحابة وجاءوا بعدهم فهم تابعون لهم أو أنهم مشوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه في منهجه وفي منهج الصحابة رضا الله عليهم فسموا التابعون ما تعريفهم الاصطلاحي فهو التابع هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام من لقي صحابيا مسلما يعني لقي الصحابي وكان هذا التابع الذي لقيه كان مسلما على الإسلام ومات أيضا ذلك التابعي على الإسلام ولم يغير ولم يبدل ولم ينحرف عن الإسلام ولم يرتد فيقال له أنه من التابعين وقيل هو من صحب الصحابي وفرق بين مجرد اللقي وبين الصحبة لكن الصحيح هو التعريف الأول المسألة الثانية من فوائده هو أيضا شبيه بمعرفة الصحابة فله فوائد جمه ومنها أيضا ما يتعلق بقضية تمييز ومعرفة المرسل من المتصل لأن التابع إذا جاء فرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه يكون مرسلا ولا يكون متصلا المسألة الثالثة وهي طبقات التابعين كما اختلف في طبقات الصحابة وقسمت بحسب اجتهاد من ألف في ذلك فكذلك اختلف في عدد الطبقات التابعين وقسمهم العلماء كل حسب وجهته واجتهاده فالإمام مسلم مثلا ألف كتابا في التابعين وجعلهم على ثلاث طبقات وكذلك ابن سعد في كتابة الطبقات الكبرى جعلهم أربع طبقات وأما بالنسبة لإمام الحاكم فقد جعلهم خمسة عشرة طبقة الأولى منهم جعلها من أدرك العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة المسألة الرابعة وهي المخضرمون ونبدأ أولا بأن نقول بأن كلمة المخضرم جمعها مخضرمون مخضرم وهو من حيث التعريف الذي أدرك الجاهلية وأدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يراه إذن فهم طبقة متقدمة في السن من أكران الصحابة في السن فهم أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسعدوا برؤيته ولقياه فلم يروا فبناء عليه هم على الصحيح من التابعين ولا يعتبرون من الصحابة لعدم لقيهم للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المخضرمين ذكر المصنف أنهم نحو عشرين شخصاً كما عدهم الإمام مسلم في كتابه الطبقات لكن الصحيح أنهم أكثر من ذلك ومنهم أبو عثمان النهدي والأسور بيزيد الناخعي وهويس القراني ويذكر النجاش فيهم أيضاً وغيرهم هؤلاء هم المخضرمون المسألة الخامسة الفقهاء السبعة وهم من التابعين جميعاً من أكابل التابعين الفقهاء السبعة وهم كبار علماء التابعين وكلهم من أهل المدينة وهم أولاً سعيد بن مسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار الهلالي هؤلاء هم الفقهاء السبعة من أهل المدينة من كبار علماء التابعين وبعض الأئمة يذكر غير هؤلاء يحذف بعض الذين أمامنا ويذكروا غيرهم مكانهم المسألة السادسة وهي من هو أفضل التابعين اختلف في ذلك فهناك أقوال العلماء في أفضلهم والمشهور أن أفضلهم هو سعيد بن مسيب بن حزن رضي الله عنهم أجمعين وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الشرازي أن أهل المدينة يقولون أن أفضل التابعين سعيد بن مسيب وأهل كوفة يقولون أفضل التابعين هو ويس القراني وأهل البصرة يقولون أفضل التابعين هو الحسن البصري المسألة السابعة وهي أفضل التابعيات قال أبو بكر بن أبي داود السجستاني سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمره بنت عبد الرحمن ثم قال وتليهما أم الدرداء أم الدرداء هذه هي أم الدرداء الصغرى وهي زوجة أبو الدرداء الثانية أما زوجته الأولى فهي أم الدرداء الكبرى وهي من الصحابة أشهر مصنفات في التابعين ألف فيهم أبو المطرف بن فطيس الأندلسي كتابا سماه معرفة التابعين هذا ما جرى ذكره فيما يتعلق بقضية معرفة التابعين والله أعلم وصلى عن ابن محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته